اشتركوا في القناة مرة حلو وطعم جدا مميز ولمعرفة طريقة العريكة تابعوا خطوات العمل هنا انا سويت العريكة بخبز الطاوة بالدقيق الاسمر بحط لكم رابط طريقتي في عمل خبز الطاوة في صندوق الوصف ولكمية العريكة بحتاج اثنين حبات خبز الحجم الموضح منقسم الخبز الى قطع صغيرة حتى يسهل طحن الخبز في الخلاط بسهولة وبعدين منطحن الخبز مع التمر وشوية منزل لكن بكميات بسيطة حتى ينطحن الخبز والتمر بسهولة وما يخرب الخلاط اذا كانت الكمية كبيرة وايضا قوة الخلاط ضعيفة نرسي بسهولة شكرا 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 معرفة اشتركوا في القناة وذي كمية الخبز والتمر يلي طحناه وصارت فتة التمر جاهزة وبعدين بنحط فتة التمر في مقلات على النار وبنخليها تسخن شوية على نار هادئة جدا مع التقليب المستمر حتى تسخن اشتركوا في القناة بنسخن المقلات او الحرضة يلي بنحط فيها العريكة وبعدين بنبدأ بعمل طبقات العريكة اولا بنحط كمية من فتة التمر وبنحط مقدار اثنين ملاعق كبيرة قشطة هنا كمية القشطة للعريكة علبتين وبعد ما حطيت القشطة بحط رشة من الحبة السوداء ولشة بسيطة من الزبيب وجبن شدر وحطيت كمية شوية من العسل انا عندي عسل فيه شمع العسل هرست شوية مع العسل لانه يعطي طعم حلو للعريكة وبعدين بنحط طبقة من فتة التمر وبنفس الطريقة حتى نخلص كمية فتة التمر والقشطة والمكسرات ترجمة نانسي قنقر وعلى وجه العريكة رشة حبة السوداء وعلى وجه العريكة رشت شوية من الحبة السوداء وحطت جبن شدر مبشور وقشطة ترجمة نانسي قنقر وزينت العريكة بالمكسرات وتزيين العريكة على حسب رغبتكم وكمان حطيت على العريكة عسل وإذا تحبوا العريكة ساخنة بزيادة غطوها بورق القصدير وخلوها على النار هادئة لمدة عشر دقائق وبعد ما سخنت العريكة قدمتها مع البنة اليمني بدون سكر وبألف عافية جربوا وصفة العريكة بذيط طريقة اندماج نكهات مرة حلو وطعم جدا مميز وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا في فيديو اليوم شكرا للمتابعة في أمان الله